ميزانية مفتوحة من دول ومن أجهزة استخبارات ميزانية مفتوحة بلا حساب المهم الغرض إسقاط مصر وتدمير مصر واعتقد أنه يعني معظم حضراتكو عارفين ده لكن اللي مش عارف لازم نعرفه لأنه اللي مش عارف ومش فاهم لازم نقوله ولازم نفهمه لأن الحقيقة نحن مش مفروض اللي فاهمين حان الوقت بقى دلوقتي مش مفروض اللي فاهمين يفضلوا سكتين على اعتبار إن الناس فاهمة لا لازم نتكلم ولازم نفهمهم 24 ساعة على مدار 24 ساعة شوفوا بقالهم كم سنة بيحاولوا إسقاط مصر وتدمير مصر أنا سؤالي لحضراتكو كمصريين وكمواطنين وكمشاهدين السؤال دلوقتي وحسب كنتوا تفكروا فيه وإنتوا تردوا على نفسكم إنتوا عايزين تدمروا مصر إنتوا عايزين تدمروا مئة مليون مواطن نهاردة كمان في حلقتنا النهاردة هوضح لحضراتكو تاني الحسابات المزورة والحسابات المضروبة والحسابات الكاذبة اللي مش هقول للعب في العقول فقط لا دا الهدف هو إسقاط الجيش المصري وتدمير مصر وتدمير المصريين ما فكروش أبداً اللي سخنانين في الحكاية واللي ممكن يتأثروا ما فكروش بماذا بعد التغيير الفكرة مش في تغيير الفكرة هي التدمير لأنه بعد التغيير بيبقى التدمير وتحديداً في مصر هيبقى التدمير سريع جداً مش هياخد وقت زي دول تانية لغاية دلوقتي